اختتمت في مدينة عتق بمحافظة الشبوى دورة للحكام المستجدين في ثلاث من محافظات الجمهورية والترفيع للبعض منهم والتي نظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم واللجنة العليا للحكام وفرعيهما بالمحافظة بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أربعين حكم من قضاة الملاعب بمحافظات الشبوى وأبيا وحضر موت وتولى المحاضر الدولي حسين شقران تنفيذ البرامج النظرية والتدريبات العملية واجرى ترفيع 17 حكما منهم إلى الدرجات التحكمية الأولى والثانية وقد أشهد القائم بأعمال محافظة شبوى وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق بتنظيم هذه الدورة الرياضية المتميزة بالمحافظة منوها بنوعية المشاركين فيها من الحكام في ثلاث المحافظات مؤكدا أهميتها في تعزيز قدراتهم على إدارة المنافسات الكروية في الميدان باحترافية عالية وبارك حصولهم باختدار على الترفيع في درجات التحكيم الكروية المختلفة وفي نهاية الدورة التي حضرها الوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمد جرى تسليم الشهادات على الحكام المشاركين فيها تسليم الشهادات على الحكام المشاركين فيها